بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتر 10 Power Screws وبنستكمل الجزء الخاص بتحديد التورك أو تحديد قيمة التورك اللازم لخفض الحمل هنا عندي المستوى الميل زي ما شفنا قبل كده لكن قيمة الفورس هنا ال-P هنعكس اتجاهها مع عكس الفريكشن فورس أيضا نتيجة ان الحمل في حالة نزول يبقى الفريكشن فورس في عكس الاتجاه هنعمل معادلة القوة في الاتجاه ده اللي هي B كوزين ألفا هتساوي F minus W sine ألفا ونعوض بقيمة F اللي هي فريكشن فورس ميو في الرن minus W sine ألفا وناخد في الاتجاه النورمل ده هناخد Rn تساوي W كوزين ألفا نائس B sine ألفا substituting the value of Rn هنعوض بقيمة Rn هنا في مكانها وهنحصل بالتالي نفس الخطوات اللي احنا اتبعناها قبل كده في حساب التورك اللازم لرفع الحمل وهنحصل في النهاية على المعادلة B بتساوي W في ميو كوزين ألفا نائس سين ألفا على كوزين ألفا زائد ميو في سين ألفا نفس المعادلة دي هناخدها هنا وبعدين هنعمل substituting للvalue بتاعت الميو هنا احنا عارفين ميو بتساوي تان فاي هنعوض بقيمتها ونحصل على المعادلة دي وبعد كده هنعمل هنضرب النوميريتور والدينوميريتور باي كوزين فاي بدرب البست والمقام بكوزين فاي هنحصل في النهاية على المعادلة نفس الخطوات اللي السابقة هنحصل على انه P هتساوي W تان فاي نائس ألفا نفس القيمة اللي احنا طلعناها قبل كده في التحديد التورك اللازم لرفع الحمل لكن كانت الاشارة هناك positive اما هنا بالnegative sign دي المعادلة اللي احنا حصلنا عليها اللي هو T1 نفس الخيمة اللي هي T1 هتساوي قيمة الحمل اللي هو B في D على 2 B اللي احنا حددنا قيمتها هنا يبقى هيساوي W تان افتح قوس فاي نائس ألفا ضرب D على 2 وفي حالة ان فاي تكون أكبر من ألفا هستخدم العلاقة دي ان بي بتساوي W في تان ألفا نائس فاي نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة